بسم الله الرحمن الرحيم نهاردة نتكلم على الليد باور سبلاي والليد باور سبلاي هو الدايرة المستخدمة في تشغيل جميع أنواع الليدات أو اللي احنا بنسميها الترانس الخاص بالليدات اللي هيساعدنا في تشغيل الـ RGB LED, UV LED, Power LED كل أنواع الليدات دي محتاجة دايرة باور سبلاي عشان تكون شغالة بطريقة سليمة النهاردة نتكلم على الليد بيزيكس أو المعلومات اللي انت مفروض تعرفها عن الليدات بحيث أن انت تقدر من خلال المعلومات الأساسية دي تركز بعد كده على نقط معينة في الـ Data Sheets الخاصة بالليدات اللي انت هتتعامل معها وهتفيدك في فهم الليدات اللي انت هتتحكم فيها في النهاية بعد كده هنتكلم على الـ LED Applications أو التطبيقات المحتملة للليدات وهنشوف المجالات اللي احنا بنشوفها حوالينا وموجود فيها تطبيقات الليدات بعد كده هنتكلم على الـ LED Driving Techniques أو الطرق اللي بنستخدمها عشان نتحكم في الليدات والطرق دي هتساعدنا في النقطة اللي بعد كده اللي احنا نعمل دايرة LED Power Supply على أساس الطرق المستخدمة في التحكم في الليدات أول حاجة نتكلم عليها هي LED Construction أو البناء الداخلي للليدات الليدات ما هي إلا Diode وبالتالي البناء الداخلي بتاعها عبارة عن B Type Material و N Type Material يعني إيه B Type Material و N Type Material للي ما يعرفش يعني إيه B Type Material و N Type Material الماتريال دي أو المواد دي هي بتكون مواد من السيمي كوندكتور أو من أشباه الموصلات بتكون من مادة زي السيليكون وبيضاف إليها شواب بحيث إنها في ال B Type Material أو في الطبقة دي بيكون الشحنات المجابة هي الغالبة في اللير دي أو في الماتريال دي أما ال N Type Material نفتكرها B Negative وبالتالي الشحنات السالبة هي اللي هتكون غالبة في الماتريال دي طيب ليه أنا بعمل كده؟ أنا بعمل الجزء ده أو الشكل ده من الطبقات بحيث إنه يمر عندي الطيار من الجزء الأكبر في الشحنات المجابة إلى الجزء الأقل في الشحنات السالبة ولكن عند جهد معين بنسميه VF ودي أول حاجة بتوصف الليدات طيب الطيار اللي بيمر في الليد هو بنسميه IF طيب هو بيمر إمتى طيار في الليدات؟ لما بيكون عندي جهد على الليد اللي عندي من بطارية مثلا والبطارية دي بيكون جهدها أكبر من جهد الليدات اللي عندي زائد إنها تمرر الطيار المناسب لتشغيل الليد عشان الليد ما تتحرقش طيب التكوين الخارجي بقى اللي احنا بنشوفه ليه الليدات بيكون عبارة عن إيه؟ بيكون عبارة عن الشكل اللي احنا بنشوفه دايما ليه الليدات اللي هو الخمسة مليمتر ليد وفي الخمسة مليمتر ليد بيكون لها طرفين زي ما احنا شايفين الطرف اللي بيكون حجمه عريض زي ما احنا شايفين كده وحجمه أكبر بيكون ده الكسد أما الطرف الثاني بيكون هو الأند طيب إيه الكسد وإيه الأند الأند اللي هو الطرف اللي جاي أو متوصل به البي طيب ماتيريال ده اللي احنا بنقول عليه الأند أما الكسد بيكون متوصل به الان طيب ماتيريال ده يعتبر الليد كونستركشن أو البناء الخاص باللدات بعد كده هنتكلم على الليد ديفولوبمينت أو التطورات اللي حصلت في مجال تصنيع اللدات اللدات بدأت بالخمسة مليمتر لد وكانت بتدين إقضاءة من اثنين لثلاثة لومنز والطيار الخاص باللد اللي هو كلمنا عنه عشان يشغل اللد ويدين الإضاءة الخاصة باللد لأن المسؤول عن شدة الإضاءة هو الطيار اللي بيمر فيه اللد ودي نقطة مهمة جدا عشان بعد كده لما نيجي نتحكم فيه اللدات يبقى عارفين أن الطيار لما بنغير الطيار اللي بيصبلاي أو بيغزي اللد يبقى كده احنا بنتحكم فيه الإضاءة الخاصة باللد بعد كده التطورات اللي حصلت بتزود الكورنت اللي بيمر فيه اللدات وبتزود الباور دينستي اللي خارجه من اللدات للإضاءة وبتديني شدة إضاءة أكبر من 4 ل 8 لومنز بعد كده زي ما احنا شايفين كل ما بنطور فيه اللدات وبيدينا إضاءة أكبر للإضاءة تطلع إضاءة أكبر من اللدات لازم كمان الباور الخاص باللدات تزيد يعني الطيار اللي محتاجه اللد عشان يشتغل بيزيد معنا زي ما احنا شايفين كده لحد ما وصلنا لواحد ونص أمبير وفيه طبعا تطورات أكتر بين كده في مجال اللدات ومجال اللدات هو مجال واسع جدا وبيشمل أو دلوقتي هو المجال الأول في عمل مصادر للإضاءة في كل نواحي الحياة بعد كده هنتكلم على اللد specification وإحنا اتكلمنا على تقريبا اللد specification أو الحاجات اللي بتوصف اللدات بحيث أن انت لما بتشتري اللدات تبقى عارف إيه الحاجات اللي بتوصف اللد دي وبتجيبها على أساس إيه أول حاجة بتجيبها على أساس الباور الخاصة باللد طيب الباور اللي عندنا من قانون الباور اللي هو عبارة عن البي بيساوي الاي في البي لو انت عارف قيمة الطيار الخاص باللد والفي او الف الخاص باللد تقدر تحسب الباور الخاصة باللد اللي عندك وبالتالي دي الحاجات الأساسية اللي بتوصف اللد الباور والطيار اللي هو بيدينا القضاءة اللي احنا عايزينها من اللد بعد كده الف او الجهد اللازم لتشغيل اللد نركز دايما على موضوع الطيار اللي هو السبلاي كارنت اللي هيدينا شدة الاضاءة القصوى بتاعتنا ده هو الاف او الطيار اللي هو موجود فيه اي داتشيط الخاصة باللد بعد كده هنتكلم على اليد كاركتريستيك كيرف وده الكيرف اللي بيوضح ازاي اللدات بتشتغل عمليا وهنلاحظ ان الكيرف اللي قدامنا ده او الشكل الباني اللي قدامنا ده هو نفسه الشكل الباني الخاص بتشغيل الديوت الطيار عندي بيكون طيار صغير جدا اللي بيمر فيه الضيوت زي ما احنا شايفين الى ان هو يوصل لجهد معين اللي احنا بنسميه الف عند الجهد ده بيمرر اقصى طيار ممكن يتحمله اللد او يتحمله الضيوت زي ما احنا شايفين قدامنا اللي بيختلف فيه الوان اللدات اللي قدامنا دي هو الفي اف الطيار الخاص بالتشغيل لكل انواع اللدات دي بيكون عند عشرين ميلي امبير على اساس ان كل اللدات دي مثلا ليكن بالخمسة ميلي ميتر دايامتر او اللدات اللي احنا شفناها في السلايد الاول اللي عايزين نشوفه او نستفاده من الكيرف اللي قدامنا ده هو ازاي اللد بتشتغل فعلا هل فيه طيار بيمر في اللد قبل ما يوصل الفولت الى الفي اف اه فيه طيار ولكن الطيار ده قليل اول ما بيوصل للفي اف الطيار عندي بيوصل لقيمة كبيرة القيمة دي هي اللي بتديني شدة الاضاءة اللي انا عايزها من اللد بعد كده هنتكلم على temperature rise effect تأثير ارتفاع درجة حرارة اللد على اداء وعمل اللد تأثير درجة الحرارة الخاصة بيه اللد بيأثر على عاملين مهمين جدا اول حاجة هي الفي اف الفي اف الخاص بيه اللد اللي هو الفولت الخاص بتشغيل اللد طيب ده ممكن يأثر عندي في الدايرة ازاي لو عندي اتنين لد متوصلين على توازي بالشكل ده ارتفاع درجة حرارة اللدات اللي عندي هيأثر على الفي اف او الفولتج الخاص بتشغيل كل من اللدات دي طيب ده بيأثر على ايه؟ ده بيعمل حاجة اسمها الانبالانسينج وبالتالي بيجد صعوبة في تشغيل اللدات الكونترولر بتاعي او الدايرة اللي بتشغل اللد ودي طبعا بتكون مشكلة ان احنا نتحكم في انبالانسينج لود زي ما احنا شايفين عشان كده بنجيب عندنا heat sink وبنوصله باللد ساعات ممكن نستخدم حاجة اسمها السيرمال بيست السيرمال بيست دي مادة بتسهل مرور او انتقال الحرارة من اللد الى the heat sink ومن ال heat sink الى the air او الهوى المحيط باللد طيب المادة دي اللي هي السيرمال بيست ازاي بتسهل انتقال الحرارة من اللد الى the heat sink لأن بيكون فيه مسافات بينية ما بين الليد وما بين الهيتسينك نتيجة الفراغات اللي موجودة فيه المعدن أو في جسم الليد اللي عندي ده بيأثر على سهولة انتقال الحرارة وبالتالي بستخدم السيرمل بيست في الحالة دي طيب خلاص عرفنا إزاي بنستخدم الهيتسينك مع الليد وليه إحنا بنستخدمه طيب إزاي بقى بنختار الهيتسينك اللي عندنا عن طريق السيرمل ديزاين زي أي مكون بنركب ليه هيتسينك زي ترانزيستور زي الديود بنركب ليه هيتسينك عشان نبدد الحرارة الخاصة بالمكون ده إزاي؟ عن طريق أن احنا بنعمل سيرمل ديزاين ممكن السيرمل ديزاين نتغطيه فيه فيديو تاني لأنه هو موضوع طويل شوية ولكن هنتكلم هنا باختصار عن كيفية عمل السيرمل ديزاين السيرمل ديزاين بنمثله بمكاومات زي ما احنا شايفين كده المكاومات دي بتعبر عن سهولة انتقال الحرارة من المكون اللي عندنا إلى المادة اللي هي السيرمل بيست ومن السيرمل بيست إلى الهيتسينك ومن الهيتسينك إلى الهواء أو المحيط الخاص باللد اللي عندي أو المكون بعد كده الفولت اللي على المقاومات دي بيعبر عن أو بيعبر عن درجة الحرارة اللي عندي طيب الطيار اللي هيمر في المقاومات دي ده بيعبر عن الpower dissipation او الفقد في القدرة الكهربية خلال المكونات دي الى ان يصل الى الامبينت اللي هو بنسميه ال V ambient ده باختصار كيفية عمل السيرمال نزاين من خلال التمثيل اللي احنا شايفينه ده وان شاء الله نتكلم عنه في فيديو منفصل اذا حابين يكون في فيديو عن الموضوع ده ياريت تكتبه في التعليق تاني حاجة برضو بتأثر على الليد من ارتفاع درجة الحرارة هي reliability او كفاءة عمل الليد زائد العبر الافتراضي بيقلي طبعا مع ارتفاع درجة حرارة الليد اللي عنده بعد كده الليد applications او التطبيقات المحتملة لليدات عندي اول حاجة signal indicator ان انا اعبر عن اي تغير فيه الدايرة من خلال اضاءة الليد زي مثلا ان الباور واصل لجزئية معينة فبركب عندي ليد ومقاومة معاه على الطرف ده او على النقطة دي بحيس ان انا اعرف ان النقطة دي وصل لها جهد معين او اي تغير في الدايرة عايز ينديلي indication بصري من خلال ليد فبستخدم عندي ليد indicator بعد كده الـ numerical و alpha numerical display زي 7 segment بانواحها اللي بتستخدم عشان تعرض عليها ارقام او حروف بعد كده traffic light اللي هي الاضاءة الخاصة باشارات المرور بعد كده torch light اللي هي الكشفات اللي عندنا اللي بنستخدمها والاوتوميتف اللي هي موجودة في السيارات ومصابيح السيارات والback light اللي موجودة في الشاشات وفي الموبايلات والتابلت وعندي برضو الفلاشلايت اللي موجود في الكاميرات general illumination اللي هي موجودة عندنا في الاضاءة المنزلية او الاضاءة الخاصة باي منشأة عندنا بعد كده نتكلم على LED driving techniques او الطرق المستخدمة في التحكم في الليدات اول طريقة او اشهر طريقة اللي هي LED resistor limiting او ان احنا نستخدم مقاومة على التوالي مع الليد اللي عندنا عشان نوفر الIF او الطيار اللازم لتشغيل الليد تاني حاجة ان المقاومة اللي عندي تاخد الجهد المتبقي من جهد الدخل اللي هو عندي هنا جهد البطارية اما الجهد المتبقي يكون هو الجهد اللازم لتشغيل الليد اللي هو ال VF طيب ده بيحصل ازاي عن طريق ان احنا منشوف المعادلة البسيطة اللي عندنا لاختيار المقاومة اللي هي قيمة ال R LED هتساوي قيمة ال V input اللي هي قيمة جهد الدخل ناقص قيمة الفولت اللي مفروض يكون على ال LED اللي هو ال VF على قيمة الطيار اللي هيمر في ال LED وليكن مثلا 20 ميلي أمبير من خلال المعادلة البسيطة اللي قدامنا دي بنقدر نختار قيمة المقاومة بالأوم وبالتالي بتوفر عندنا الطيار المناسب لتشغيل ال LED تاني حاجة بتاخد الجهد الخاص بال V input اللي أنا مش محتاجه وباقي الجهد بيروح على ال LED اللي عندي بعد كده بنتكلم على الدوائر الخاصة بي تشغيل الليدات وهي موضوعنا النهاردة أول حاجة ال constant current linear regulator ونقف شوية عند كلمة constant current أو طيار سابت أي LED عندي لازم لها طيار سابت عشان تشتغل بطريقة صحيحة ومستقرة لأن أي تغير في الطيار اللي بيمد الليد اللي عندي أو بي سابلاي الليد اللي عندي هيؤدي إلى تغير في الإضاءة بتاعة الليد وطبعا أنا مش محتاج حاجة زي كده فدايما الدوائر اللي عندي بتكون فيها constant current أو خاصية ال constant current أو خاصية الطيار السابت اللي بيغزي الليد اللي عندي زي الدائرة اللي احنا شايفينها دي اللي بتستخدم L-T3083 ونشوف دائرة كمان شوية بتستخدم L-M317 عشان تتحكم في الطيار اللي هيمر فيه الليد يكون سابت ليه هنا linear regulator لأن الترانزيستور اللي عندي بيشتغل في ال active region وبالتالي بيشتغل ك constant current أو طيار مصدر للطيار السابت وقيمة current source ده أو المصدر اللي عندي ليه الطيار بتساوي البيتا اللي هو طبعا الخاص بالبي جي تي فيه قيمة I-Base اللي هو طيار القعد ودي المعادلة البسيطة اللي منجي من خلالها قيمة الطيار اللي هيمر عندي فيه الخارج وهيمر عندي فيه الليد طيب تاني طريقة من شكل الدايرة زي ما احنا شايفين كده فيه عندنا سويتشات وبالتالي فيه دايرة سويتشنج regulator وبرضو لازم يكون فيه خاصية ال constant current شان كده اهتمينا بالموضوع ده لانه داخل فيه تطبيقات كتيرة جدا سواء كانت driving lead او فيه ال inverter او فيه الموتور drive فيه دوائر كتير دلوقتي بتعتمد على switching regulator وبالتالي منحتاج دايما دايرة يكون فيها سويتشات او بتعتمد على switch mode bar supply زي دوائر والباك والبوست والباكبوست والفلايباك وباقي انواع الconverters المختلفة عشان تساعدنا ان احنا نتحكم فيه التطبيق بتاعنا فلو عندك اهتمام بالموضوع ده ممكن تشوف الفيديو الخاص بالcontent للكورس على الصفحة وعلى القناة المهمة الوقتي عندنا ان الدايرة التالتة بتستخدم switching regulator زي دوائر الباك والبوست اللي هي بتقلل من جهد الدخل اللي عندي في جهد الخارج بحيس انه يكون جهد مناسب زائد ان الطيار عندي يكون طيار سابت زي ما اتكلمنا بعد كده تعالوا نشوف امثلة على ال constant current linear regulator باستخدام LM317 ال LM317 بيكون عندي فيه خاصية مهمة جدا واللي احنا نستخدمها عشان نتحكم فيه الطيار اللي عندي في الخارج وانه هو كمان يكون طيار سابت وهي انه هو بيحافظ دايما على الجهد ما بين ال output وما بين بين ال adjust ان الجهد يكون عندي هنا ما بين الطرفين دولة 1.25 من 100 فولت طيب ازاي الكلام ده لما نيجي نركز كده على البلوك دياجرام الخاص بال LM317 هنلاقي ان الطرف الموجب عندي ليه ال op amp اللي داخل ال LM317 فيه عليه زينار زي ما احنا شايفين الانوت بتاع الزينار على بين ال adjust ويه الكسود على الطرف الموجب ليه ال op amp ومن خاص ال op amp ان الطرف الموجب والطرف السالب بيكونوا ليهم نفس الجهد وبالتالي جهد الزينار بينتقل الى الطرف السالب وبيروح عندي الى بن ال output وبالتالي جهد الزينار بيروح عندي على البنتين دولة او على الطرفين دولة ما بين ال output ويه ال adjust الخاصية دي هي اللي هنستخدمها عشان نتحكم فيه الطيار اللي عندي اللي هيمر فيه الليدات طيب الطيار ده بما انه هيمر عندي من ال output الى الليدات هنجيب مقامة اسمها R-Sense المقامة دي هنحطها في طريق الطيار اللي هيمر فيه الخارج واحنا عارفين ان الجهد ما بين ال output او جهد الخارج وما بين بين ال adjust 1 و 25 من 100 volt وبالتالي الجهد اللي على المقامة دي اصبح هو الجهد ده اللي هو 21 من 100 volt وبالتالي اقدر اتحكم فيه طيار الخارج اللي عندي اللي هو ال i output من خلال قيمة المقامة اللي عندي لان الطيار نفسه او قيمة الطيار هتكون بساوي الفولت اللي ما بين الطرفين دولة اللي هما ال 21 من 100 على قيمة R-Sense يبقى بكده اقدر اغير الطيار اللي هي سابلاي او هيمد اللدات اللي عندي ويكون في نفس الوقت طيار ثابت من خلال المعادلة البسيطة اللي قدام دي في نقطة تانية برضو مهمة جدا وهي حساب جهد الخارج وجهد الدخل اللازمين لعمل الدائرة دي بطريقة صحية جهد الخارج من الدائرة دي هيكون عبارة عن جهد المقاومة زائد جهد اللي على اللدات يبقى الواحد وخمسة وعشرين من مية اللي هو الجهد اللي على المقاومة زائد جهد اللدات اللي عندي وليكن مثلا ب ثلاثة فولت يبقى عندي جهد الخارج أصبح أربعة وخمسة وعشرين من مية فولت عشان الدايرة دي تشتغل بطريقة صحيحة ودي من ضمن الحاجات اللي بتخص اللي عندي هيساوي ثلاثة فولت أكبر من جهد الأوتبوت أو جهد الخارج بثلاثة فولت أو بمعنى تاني إن الفي امبوت يكون ناقص الفي اوتبوت بيساوي ثلاثة فولت على الأقل وده موجود فيه الداتا شيد وبالتالي لازم الفولت بتاع الفي امبوت اللي عندي هيساوي ثلاثة فولت زائد اللي اربعة والخمسة وعشرين من مية يعني هيساوي سبعة وخمسة وعشرين من مية فولت عشان الدايرة دي تشتغل بطريقة صحيحة لو الفولت بتاع الدخل ما كانش أكبر من جهد الخارج بثلاثة فولت على الأقل الدايرة دي مش هتشتغل بطريقة صحيحة حتى لو احنا مختارين قيمة المقاومة عشان تدينا الطيار المناسب وي الجهد المناسب للخارج بعد كده نشوف دواير تانية بتستخدم برضو نفس الاي سي ده ولكن بتوصيلات تانية للدات الدارة اللي قدامنا دي هي نفس الدارة اللي فاتت ولكن عندي فيه أكتر من فرع من اللدات متوصل على التوازي طيب ايه المشكلة بتاعت الدايرة دي وليكن مثلا الطيار عندي هنا الاي اوتبوت بيساوي واحد ونص أمبير وده أقصى طيار بيخرجه الم317 طيب الواحد ونص أمبير دولت هيروحوا على كل فرع من الفروع دي وليكن كل فرع هيحتاج نص أمبير طيب لو حصل ان اي لد من اي فرع وليكن الفرع الأخير ده حصل انها اصبحت اوبن يعني اللد دي اتحرقت وبقت اوبن سيركيت وبالتالي فصلت الفرع ده عن باقي الافرع طيب ايه اللي يحصل دلوقتي لان انا ظابط الطيار على انه يكون واحد ونص أمبير فالواحد ونص أمبير بدل ما يروح لالتلات أفرع يعني كل فرع نص أمبير لأ دلوقتي هيروح للفرعين دولت اللي عندي وبالتالي كل فرع فيهم هيمر اكتر من نص أمبير فلو اللدات دي ما تتحملش اكتر من نص أمبير اللدات اللي عندي دي هتتحرق فدي 남자ود الدالة لقدام ندي إن عندنا مقاومة واحدة بس هي اللي بتزبط الطيار طيب لو استخدمنا مقاومة لكل فرع من دولت نقدر نتغلب على المشكلة دي وهو ده اللي موجود قدامنا في الدايرة التانية دي من خلال الترانزيستور اللي على كل فرع اللي من خلاله بستخدم مقاومة لتغذية كل فرع من اللي دات طيب إزاي الكلام ده بيحصل عندي الطيار عندي من الخارج بيمر في جزء منه في البيز أو القاعدة وجزء منه بيروح لإلدات الجزء اللي بيغزي القاعدة بيشغل الترانزيستور اللي عندي وبالتالي ما بين الكلكتور والإمتر بيصبح عندي ترانزيستور شورت سيركت يعني سلكة بالزبط كده فيا اللي بيحصل عندي الجهد اللي على النقطة دي اللي هو جاي من الأدجست بيروح للطرف ده يبقى الطرف ده عندي اللي هو الأدجست والطرف الثاني للمقاومة هو رايح على ال V output وبالتالي أصبح الفولت ما بين المقاومة دي أو اللي على المقاومة دي هو نفسه الواحد وخمسة وعشرين من مية فولت طيب الفولت ده على قيمة المقاومة ولكن بيضاف إليه الفولت الخاص بتشغيل الترانزيستور اللي عندي اللي هو السبعة من عشرة وليكن سبعة من عشرة للترانزيستور ده فالمعدلة دلوقتي أصبحت للفرع الواحد هي عبارة عن الجهد اللي موجود على المقاومة اللي هو الواحد وخمسة وعشرين من مية زائد الجهد اللازم لتشغيل الترانزيستور اللي هو مثلا وليكن سبعة من عشرة اللي هو ال VBE خاصة يعني عشان نشوفه من الداتاشيت بعد كده لأي ترانزيستور تاني اللي هو ال VBE اللي احنا نقصده هنا على قيمة المقاومة اللي عندي اللي هي ال R-Sense كلام ده هيكون عبارة عن الطيار اللي هيغزي البرانش الأول واللي يكون ال I-P1 وكذلك في البرانش التاني وكذلك في البرانش التالت أو الفرع التاني والتالت نفس الفكرة عن طريق ان احنا هنا استخدمنا ترانزيستور لكل فرع استخدمناه عشان يكون المقاومة المستخدمة لتغذية كل فرع مقاومة منفصلة زي ما احنا شايفين ونتغلب على مشكلة اذا حصل اي مشكلة في اي فرع ما يقصرش على باقي الدايرة وما يقصرش على باقي اليدات انها تحصل فيها مشكلة وتنحرق في نقطة تانية برضو مهمة جدا وهي حساب جهد الخارج وجهد الدخل اللازمين لعمل الدايرة دي بطريقة صحية جهد الخارج من الدايرة دي هيكون عبارة عن جهد المقاومة زائد جهد اللي على الليدات يبقى ال 1.25% اللي هو الجهد اللي على المقاومة زائد جهد الليدات اللي عندي وليكن مثلا بـ 3 فولت يبقى عندي جهد الخارج اصبح 4.25% عشان الدايرة دي تشتغل بطريقة صحيحة ودي من ضمن الحاجات اللي بتخص الـ IC LM317 ان يكون الفولت بتاع الامبوت اكبر من جهد الاوتبوت او جهد الخارج بـ 3 فولت او بمعنى تاني ان الفي امبوت يكون ناقص الفي اوتبوت بيساوي 3 فولت على الاقل وده موجود فيه الداتاشيت وبالتالي لازم الفولت بتاع الفي امبوت اللي عندي هيساوي 3 فولت زائد الـ 4 والـ 25 من مية يعني هيساوي 7 و 25 من مية فولت عشان الدارة دي تشتغل بطريقة صحيحة لو الفولت بتاع الدخل ما كانش اكبر من جهد الخارج بـ 3 فولت على الاقل الدارة دي مش هتشتغل بطريقة صحيحة حتى لو احنا مختارين قيمة المقاومة عشان تدينا الطيار المناسب والجهد المناسب للخرج بعد كده هنتكلم على الـ Constant Current Switching Regulator او الدواير اللي بتستخدم كبار سبلاي للدات اللي عندي ولكن بتعتمد على الـ Switching Regulator او دواير الـ Switch Mode Power Supply اللي هي زي دواير الباك والبوست والباك بوست اللي بتعتمد في الاساس على سويتشات زي المصفت والضايود والجزء اللي قدامنا ده هو دايرة بوستو كونفيرتر وده بيوفر لي ان الجهد اللي هيوصل للدات يكون اكبر من جهد الدخل وليكن مثلا جهد الدخل عندي هنا جهد بطارية 12 فولت والجهد الخاص باللدات وليكن مثلا عايزين 36 فولت 48 فولت ده مش هنقدر نحصل عليه الا من خلال دايرة بوست كونفيرتر او دايرة رفع للجهد الخاص بالدخل اللي هو الـ 12 فولت وفي نفس الوقت توفر لي جهد سابت على اللدات تاني حاجة يكون الطيار اللي بيمر فيه اللدات طيار كونستنت زي ما تكلمنا طيار سابت وده من خلال IC زي الـ IC اللي قدامنا دا اللي هو من شركة ماكسيم ماكس 1932 وده بيكون فيه جزء بيتعامل مع مايكرو كنترولر زي ما احنا شايفين جزء الخاص بالكوميونيكيشن وفيه جزء عندي هنا بيتحكم او بياخد فيدباك من جزء الطيار اللي بيغزي اللدات وجزء هنا بياخد فيدباك للفولت اللي عندي اللي هو الـ V Feedback عن طريق فولت جيفايدر زي ما احنا شايفين بالمقاومتين دولت ومن خلال الـ IC ده بيتحكم في السويتش اللي عندي الأساسي اللي هو المصفت عشان يخلي الدايرة دي تشتغل كبوست كونفيرتر واحصل من خلالها في الخارج على فولت وطيار سابت فدي كانت دوائر الـ Power Supply اللي بتستخدم لتشغيل اللدات اللي عندي سواء كانت LED Power او LED UV او LED RGB بيكون ده الـ Power Supply اللي أنا بيشتغل به في الـ RGB بيختلف بس ان أنا بستخدم سويتشات 3 سويتشز بحيث ان أنا عن طريق BWM signal بتتحكم فيه السويتشات دي بقدر اتحكم فيه الإضاءة اللي خارجه من الـ RGB LED ولكن الـ Power Supply هو بيكون من خلال الدوائر اللي احنا اتكلمنا عليها النهاردة ففي اي اسئلة ممكن تكلموني على رقم الواتساب والتليجرام اللي احنا شايفينه على الشاشة وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة ولايك للصفحة لو انت على الفيسبوك شوفكم على خير مع السلامة